السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة جماعة طروس مغوك هذه القناة تابع الموقع جماعتطروسمغوك.com من خلال هذه الموقع تنقطم لكم شروحات الطروس مكتوبة ومرفوقة بالفيديو وكذلك المصطلحات والتعارف بالإضافة إلى التلخيص والخططات وكذلك التمارين الإلكتروني الذي ستمكنكم من تحضير الطروس لكم بطريقة أوتوماتيكية لكي تجاوبي وتسالي الإجابات وتعطيك الإجابات الصحة والإجابات الخاطئة وكذلك تعطيك نقطة تقييمية على جميع الإجابات التي تجاوبيها هذا الفيديو سيكون عبارة عن تتم الفيديو السابق الذي هو كيف يجيب 20 إلى 20 في مدتة المحيط والأرض وبالطبط سنطرق القوالب التي تخسك طبقها أثناء تحليل رسومات البيانية تتلخص بضعة كلمات تستعملها أثناء تحليل هذه البيانات أو المبيانات تعفون كي بحال ارتفاع تدريجي أو لا ارتفاع فجائي أو لا ارتفاع سريع أو لا انخفاض تدريجي أو لا انخفاض فجائي أو لا انخفاض سريع أو لا استقرار من إلى يعني من إمتى حتى لأشمن مدة أو لا أشمن متغير وهو مستقر هذه الطاهرة وكذلك كان كلمة أوج الارتفاع وزيد عليها تزامن معه يعني فاش كيكون جوج ديال الطاهر عندك في شيمي بيان وكي نبنتهم واحد تزامن في الوقت يعني بجوجهم نتشره في نفس اللحظة كنسميه هذا تزامن لكي تفهم كيف تطبق هذه الكلمات المفتاحها في تحليل لك الرسومات البيانية نأخذها بالمثال لكي تشوف نحيطه بعدها من هذا الخطة للمتغطات الأجسام لكي نطرقوا كل شيء بحديثها لا هذا بالنسبة للتحليل لنا لهذا الرسم البياني كيفما قلنا سابقا في الفيديو السابق أننا نقرأ المؤطيات الوثيقة وتنقرأ التمرين الوثيقة نعتبر الرسمنا أن التمرين ديالنا يظهر على شيء واحد جاته لعدوة وهذا المبيان كمثل لنا العدد الحمات في إي آش في الدات دياله كيفاش كتكاتر يعني كيفاش كتتطور بالمقارنة مع التطور ديال المضطات الأجسام النوعية اللي موجهدت هذا الحمى في إي آش اللي دخلت لجسد دياله أول حاجة كما قلنا في الفيديو السابق أننا نشوف المعطيات ديال هذا ديال المبيان نشوف الأعميدة اللي عندنا شنوكين فيها عندنا مثلا هنا عندنا الدواهير الخاصة بهذا المبيان عندنا عدد حمات السيدة ومضطات الأجسام حمات السيدة عدد حمات السيدة بوحدة استلاحية وهنا الزمن بالسناوات ومنسبة للمفتاح عدد حمات السيدة بعد اللون القوقي أو البنفساجي قبل البعضة عندنا نحلل نحن نقوم بإمكانكم نقوم بإمكانكم نقوم بإمكانكم نقوم بإمكانكم نقوم بإمكانكم نقوم بإمكانكم لتحدث لدينا استقرار وذكر استقرار ويبدأ بإمكانكم ساقوم بتدهانه بالمس سطعر والقلم الان اقوط ملون لن Urso ايضا واحد الخط اقوم بتاتي تغييرات التي بها تدعي ملحنة والتغييرات الاضحة تدعي على هذه الخطط كي تسهل عليك الخدمة اذا شاء انا احلي تكون عارف النقاط التي ستجعلها في تحليلك لكي نظام النقطة هنا نظام واحد نظام البداية ارتفاع انخفاض استقرار ارتفاع لكي نظام النقاط هنا يمكن أن نضع نقطة أخرى حلق لكي نظام النقاط التي ستجعلها في تحليلنا نستطيع أن ننسى نقطة لا نضع نقطة اذا بعد أن نضع النقاط التي ستجعلها في تحليل ساعة نزال التحليل نقول لهم بالنسبة للتحليل كل واحد يوجد أسلوب يعني يمكن واحد يعطي أسلوب معين والآخر يعطي أسلوب آخر ولكن يبقى التركيز على أهم من نقاط أهم المعطيات التي كانت في الميبيان هذه القاسم المشترك ما بين تحليلات جميع الأشخاص ويكونوا مختلفين في الأسلوب ممكن نقوله مثلا يمثل الميبيان تغيرات عدد حماية السيدة بدلالة الزمن ويكونوا مختلفين ويكونوا مختلفين في تحليل لا تجعلناها من رأسنا ولكن من المعطيات التي لدينا نقول لهم تغير عدد حماية السيدة بدلالة الزمن ويكونوا مختلفين هنا بالنسبة لهم معطيات التي لدينا فيها عدد حماية السيدة حماية السيدة وفي الميبيان هناك تغيرات ارتفاع انخفاض الاستقرار ثم ارتفاع يعني هذا الميبيان ما هي تغير لنا؟ تغير لنا تغير عدد حماية السيدة بدلالة الزمن يعني بالزمن تقدر تلقى هنا مثلا يكون لديك شيء مواطع آخر اللي هو مثلا نقوله تغيرات حماية السيدة في كلها يطرد يلتم مثلا في كل لتر من الدم سنقول لهم ديك الساعة يمثل الميبيان التالي تغير عدد حماية السيدة في كل لتر من الدم ونضروا جوجد النقاط هنا بطلسطر ونضروا العواردة لحسب النقاط لدينا ارتفاع انخفاض جوجد استقرار ثلاثة عندنا ارتفاع حصول انخفاض مرحل نقص اذا نقص تغير عدد حماية السيدة بدلالة الزمن بحيث نجد انه هنا تحصل امتصا لجوجة النقطة بعض العارض بعد الاصابة بالعدوى ترى الارتفاع سريع لعدد حماية السيدة بعد الاصابة بثمان ترى الارتفاع سريع انظر هنا هنا ترى الارتفاع سريع ولماذا ؟ أرى النقطة المسجم بالنقطة الثانية في الثانية سوف نقول انخفاض فوجائي انخفاض فجائي لعدد حماد السيدة بعد مرور السنة الأولى على الإصابة انخفاض فجائي أو وراء انخفاض فجائي هذا يمكنك تقول انخفاض سريع كذلك غير أنا ما بغيتش نعود نفس الكلمة اللي قلتها في السطر الأول بيش متكون ش تكرار أوراكك انقول انخفاض فجائي لعدد حماد السيدة بعد مرور سنة على الإصابة عارضة الثالثة لدينا استقرارها حتى وصول السنة السابعة هذه كلها تعود على حما السيدة ما بش ما مقاش نعود كونه بحما السيدة كونه بهذا ممكنك تعودها ما كان مشكل ولكن كلها والأسلوب دياله استقرارها استقرارها حتى وصول السنة السابعة بعدها نلاحظ تبغى ندوزل للنقطة الرابعة اللي هي الأخيرة يعني العارضة الرابعة هنقوله أو ثاني بعدها نلاحظ ارتفاع ارتفاع سريع لعدد حما السيدة في السنة الثامنة هذه طريقة من بين الطرق ديال قراءة الميبيان كانت طريقة أخرى بحال اللي أعطيتكم في الفيديو السابق كنقوله بعد تحليلي لهذا الميبيان توصلت إلى أنه كنديروا جد النقاط وكنبطوا وكنديروا العوارض كما درناهم في التحليل هذا كنديرهم في الخراغية ريال تقديم لمختلف كنديروا العارضة الأولى بعد الإصابة بالعدوى عرفت حماة السيدة ارتفاعا سريعا وصل أوجه إلى السنة الأولى ثم بدأ في الانخفاض سريعا ندروا العارضة الثانية كنلهم معه وتاني ثم عرفت استقرار استمر إلى السنة السابعة العارضة الثالثة كنلهم معه وتاني ثم بدأ في الارتفاع في السنة الثامنة هذه طريقة أخرى دي القراءة وكيني مزيف ديال الطرق وكلها والأسلوب دياله المهم هو أنك تتكر أهم النقاط اللي عندك في الميبير عند كناية ارتفاع سريع انخفاض فوجائي أو لا انخفاض سريع بجوجو جنب حل بحل استقرار أدناها وتاني ارتفاع سريع ندخل معها مضلطات الأرسام لكي نرى كيف يتعلق هذه القضية ندخل معها مضلطات الأرسام كما تعرفنا في الأول فيديو وهذا كما تعرف في الحمى VH نحن نتعرف على طريقة التحليل للمنحنايات نحن نرضى هذه الخطط للمنحنايات كما تعرفون هذا سوف نقوم بالفعل المرحلة الأولى سوف نقوم بحل يمثل الميبيان الثاني تغير عدد حمات السيدة ومضلطات الأجسام بدلالة الزمن نحن نقوم بحل بدلالة الزمن كيف ما كنتشوف رجل النقاط هنا بتوستر العارضة الأولى مباشرة بعد الإصابة بالعدوى لاحظنا ارتفاع في عدد حماية السيدة بشكل سريع ثم بدأت في الانخفاض بعد مرور السنة الأولى بالتزامن مع ارتفاع عدد مضادات الأجسام العارضة الثانية ولاحظنا كذلك استقرار في عدد مضادات الأجسام التي ظلت مرتفعة بينما عدد حماية السيدة ظلت منخفضة وحافظت على استقرارها حتى وصول السنة السابعة عارضة الموالية نقول لهم بعدها لاحظنا ارتفاع لعدد حماية السيدة الذي تزامن مع انخفاض عدد مضادات الأجسام هذه طريقة القراءة لها المبيان في جزء المنحنايات الذكي اللي كنت وقال لهم وقال لهم في التحليل وفي التحليل نركزنا على أهم النقاط كان عندنا ارتفاع حماية السيدة والانخفاض والارتفاع مضادات الأجسام هذه الارتفاع مضادات الأجسام جمعها لانخفاض حماية السيدة مستقرة ولكن من خفض وهذه مستقرة ولكن مرتفعة من هذه السيدة وقال لهم هذه السيدة وقال لهم في التحليل لهم كان هناك الكثير من الطرق القراءات كلهم في الأسلوب ولكن يجب أن يكون التركيز على أهم المعطيات في جميع القراءات هذا هو التحليل بكل بساطة إذن كيفما تشوف معي طبقنا جميع المصطلحات التي أعطتكم ارتفاع تدريجي ولا فجائي هذا ارتفاع فجائي خدمناها خدمنا ارتفاع سريع وخدمنا انخفاض سريع وخدمنا انخفاض فجائي خدمنا استقرار من إلى السنوات اللي كانت تستقرر فيهم وخدمنا أوج الارتفاع في القراءة التانية اللي خدمناها على حماة السيدة وخدمنا تزامن ديال الانخفاض مع الارتفاع هذو كلهم كلمة تخدمناهم فهذا التحليل ديالنا لهذا الرسم البياني إذن هذلك الكلمة هذو ما اللي غدي تستعملهم في تحليل ديالكم لأي رسم بياني كما بغايكم كين ارتفاع ارتفاع تدريجي ارتفاع فجائي انخفاض انخفاض تدريجي انخفاض فجائي او لا ارتفاع سريع او لا انخفاض سريع استقرار من الى يعني امتاح التلاش هو مستقر اوج الارتفاع تزامن تزامن خلاصة وفش تتكون شي حاجة شي جوجل من حنايات جاءوا في نفس الزمن يعني مثلا عندما بها هذي فش ارتفعات هذي انخفضات في العام فجداز عام في العام اللول كتلاحظ هذا الارتفاع ديال مضطة الاجسام تزامن مع الانخفاض ديال وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر